بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة أعمال الحج والعمرة العنوان دي لهاد الحلقة شكل يفضل بنسبة للحج واش يدير القيران ولا يدير التمتع ولا يدير الإفراد هذي ثلاثة ديال الحالات كل الحالة عندها شكل ديالها بنسبة للحج شكل يفضل شكل عنده فيه الآجر شكل عنده فيه الثواب واش يدير القيران ولا يدير التمتع ولا يدير الإفراد والحاج تيقلب على كل حاجة فيها الخير بزاف فالأنواع ديال اللي احرم بالحج هذي ثلاثة الإفراد شنو معينت الإفراد هو يحرم الحاج أو الحاجة بالحج وحده صافي حتي يكون غادي باش غادي يحج سيقول الله لبيك الله هم حجا سينوي الإفراد وحتى تيكمل الحج دياله والملاستيك دياله ما عديك سعيلة بغا يدير العمرة هذي تسمى الإفراد معده داير الحج وحده ما جمع معه تحجر كي نعود واحد نوع آخر في الحج اللي هو القيران شنو القيران تيجمع الحج والعمرة بجوجهم تيتسمى القيران وحتى يبغي يلبي وينوي الإحران تيقول لبيك حجا وعمرة هذي الإفراد تيقول غير لبيك حجا القيران تيقول لبيك حجا وعمرة وتيمشي مجموعين كين عندنا الحالة الثالثة هي التمتع هو تيحرم بالعمرة ومن بعد ذلك عاد تيدير بنسبة الحج هنا معنى تينوي العمرة تيقول لبيك اللهم لبيك لك لبيك عمراتا وتيتحلد وعاد تيدير الحج هنا تيكون متمتع ما تيبقاش لبس الإحرام دياله من رتبة ذاك الإحرام بمعنى أنه التمتع هو الإحرام في أشهر ديال الحج بالعمرة وحدها وبعد ما تيتحلل من العمرة ويقول لي لبس الحويج دياله عادين بحاله بحال الناس سكون ديال مكة هنا تيجي وقت الحج وعاود يحرم بالحجي في ذاك الوقت ديال ثمانية وتسعود وعشرة صار في ذاك ثلثي يام تيحرم وعاود تيلبس الحويج دياله بعد ما تيتحلل شو الأفضل في هذو بتلاتة الأفضل من هاد الأنواع بتلاتة كان عندنا الأفضلية في ثواب والأجر وكان عندنا الأفضلية شكو اللي يفضل إياي أنا أنا فهنا يا تيختالف الأفضلية بالنسبة لكل واحد فين ساكن واش ساكن ته في مكة ولا ساكن في سميته هل هذا بات تتكلمو على اللي ساكنين في المغرب الأفضل اللي ساكنين في المغرب هو يدير التمتع الأفضل ليه البعد دياله على المكان ديال المكرمة والأفضل ليه لأن رسول صلى الله عليه وسلم أمر الأصحاب دياله والصحابة بالتمتع بعمره باش يديروا التمتع وهي يطوفوا ويسعوا ويقصروا ودوا الأفضل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه البوخاري في صحيحيه لولا أنا معي الهدي لا أحللتوا بيعناء الرسول صلى الله عليه وسلم استحسن باش يدير التمتع ولكيش كل منعوه هو معاه الهدي فليهذا هدك الهدي ناوي بيه باش غادي يحج الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي باش غادي يدير التمتع فليهذا هده تنشوفوا اللي معاه الهدي أفضل ليه يحرموا بالحج والعمره يدير القيران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واللي ما معاه هدي الأفضل ليه يحرم بالعمره ويطوف ويسعى ويتحلل ثم بعد ذلك يحرم بالحج فاليوم الثامن من ذي الحجة هذه السنة كما تتحدد الأفضل هي من هذه الأنواع الثالثة وخلال الحج والظروف دياله الأفضل لمغاربة هو التمتع فليهذا بلا ما نذكروا على كيفاش يتم الإفراد وليس يتم القيران معناه قاعد شي اللي غادي نهضروا على الحج نهضروا لي على التمتع فتروينا أشهد عن مالك بنيم أناس رضي الله عنه فالمجموعة كما جاء فحاشيات الدسوقي أن لجى المكة فالإفراد أفضل في حقه وأما من قادم وبينه وبين الحج طول زمان وخاف قلة الصبر فالتمتع أولا له هنا يبنى بأن الأفضلية على حساب انت الظروف دياله كل شي تفجد الأفضلية وقال التمتع أفضل من الإفراد والقران وقال أشهد القران أفضل من الإفراد لأن عبادتين أفضل من عبادة واحدة لهذا الخلاصة اللي تشدوا من هذا الشي هذا هو أن بالنسبة المغاربة يديروا التمتع الرجال وعيالات والسلام عليكم